لن نترك غزة وحدها عنوان ندوة عقدتها الهيئة العالمية لنصرة فلسطين والأمة وذلك في مدينة اسطنبول بمشاركة عدد من الباحثين والصحفيين لتسليط الضوء على الواقع المأسوي في القطاع والتذكير بواجب الأمة تجاه المحاصرين هناك يعني هذه الحملة الإعلامية وهذه الندوة الإعلامية في نقمتها الهيئة العالمية لنصرة فلسطين ما هي حلقة من حلقات دعم اليوم الشعب الفلسطيني وخاصة من شعب طائل غزة ووجه حالة الاحتلال إسرائي كل شيء يجب أن نركزون أن كل شيء كل كتوة كل حجر كل لبنى تقام في العالم الإسلامي أو العربي أو أمهار بدعم لقطية فلسطين في الهمة الصوت الفلسطيني الحاضر في الندوة بيّن دور الشعب الصامد في غزة في إيصال رسالته العادلة للعالم مطالبا إياه ولسيما العالم الإسلامي بالتفاعل الجاد لإنهاء العدوان وتحقيق مطالب الفلسطينيين كل الإخوة في جميع الأماركة من سقناهم في جميع الجنسيات ممكن أن يقاوم وممكن أن يقاوم أقول ممكن أن يقاوم إعلاميا وأنتم رجال إعلام ممكن أن يقاوم كذلك قانونيا دور الأمة يكمن في التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية وجودية على مستوى الشعوب والمؤسسات يجب أن نعرف أن مدى الاستطاعة وعد لهم ما استطعتهم من قوة ومن رباط الخير فمعنى الاستطاعة بذل المقدور وليس نكتفي بالدعاء أو بتقديم مبلغ من المال أو بتصريح إعلامي أو غيره كل ما تستطيع أن تقدمه يجب أن يقدم لهذه الأمة ودور الأمة في الجانب الإغاثي دور مهم جدا الإغاثي طبعا عندما أتكلم في الجانب الإغاثي بكافة أدواته وخالصت الندوة إلى توصيات تتلخص بالدعم المادي والمعنوي وترجمة التضامن إلى حراك مؤثر التحول من الانفعال الموسمي إلى العمل المنهجي يجب أن نعمل بروح العمل المنهجي وأن نتحول من التعبير عن الانفعالات المؤقتة إلى اتخاذ إجراءات عملية ومنظمة لدعم قضية غزة وتحقيق النصر لأهلها خامسا تعزيز الحملات الرقمية ندعو إلى تكثيف الجهود في المجال الرقمي من خلال إطلاق حملات دعائية مبتكرة على منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الرقمية لتعزيز الوعي العالمي وجذب الانتباه لقضية غزة ترجمة نانسي قنقر